تنمية القطاع الزراعي والاجتماعية والبيئية للمملكة وخلال حفل التجين أكدت سعادة الشيخ مرام بتعيسى الخليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن المنصة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إنشاء قطاع زراعي فعال يتوافق مع أهداف المشروع الإصلاحي والرؤية الاقتصادية 2030 ويسعى لإيجاد حلول تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وترجمة لرؤية الحكومة الموقرة فيما يتعلق بتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتوجه الكريم الذي أسست له صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم من خلال رئاستها للمجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ومتابعتها الحثيثة لأعماله وبينت سعادة الشيخ مرام أن المنصة تخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر وترتبط بالعديد من المشاريع الوطنية الأخرى من خلال توفيرها لبيانات محدثة ودقيقة تساعد في عملية التطوير الخاصة بالقطاع وتدعم الأنشطة والبرامج الزراعية للمبادرة وتوثيقها مع منصة عامة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وفي ختم كلمتها قدمت أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشكر والتقدير لأكثر من 21 مؤسسة حكومية ساهمت في إنجاح مشروع المنصة من خلال توفير الدعم عبر تزويد المبادرة الوطنية بكافة البيانات والمعلومات والإحصاءات والتقارير والبحوث العلمية الخاصة بالزراعة في مبلكة البحرين بالنسبة للقطاع الزراعي هناك نقص كبير في المعلومات ولابد أن نحن نواجه هذا الموضوع من الآن ونبتدي نجمع المعلومات من مصادرها فإحنا بدأنا اليوم بتجميع ما هو موجود في منصة إلكترونية وحدة واستعرضناها اليوم معكم في هذه المناسبة لكن هناك مجال كبير للنمو وهناك مجال كبير أيضا لتوفير النواقص من المعلومات في كل ما يهم القطاع الزراعي لأجل أن أصحاب القرار يقدرون أنهم يتخذون القرارات الصحيحة ويخططون الخطط المستقبلية بإذن الله طبعا نحن نفخر بشراكتنا مع المبادرة هذه دور الهيئة في إعداد البنية التقنية من خلال منصة أمازون وأيضا بعض الخرايط الخاصة بالتربة والخاصة بالزراعة تم توفيرها من خلال نظم المعلومات الجغرافية فدور الهيئة كان دعم التقني للمبادرة الحقيقة وقت قياسي جدا وقعني في نوفمبر خلال ستة شهور تم هذا الإنجاز الضخم والذي نأمل إن شاء الله أنه يساهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتة بنت براهيم في تحقيق التنمية الزراعية طبعا الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء قدمت لكثير من المعلومات ومستمرة في تحديث هذه البيانات من خلال أقمار صناعية والصور التي توفرها والبيانات من خلال قيس الطيف لكل نوع من النباتات فنحن نوفر هذه البيانات أول بأول ومستمرين في هذه الجهد إن شاء الله إضافة إلى توفير بيانات حوالين التوزيع الحراري لدرجات الحرارة في مملكة البحرين لسطوح الأرض والماء فهذه كلها تصف في خدمة القطاع الزراعي ومشروع التشجير والاحتمام بالقطاع الزراعي وتنميته إن شاء الله حسب الخطط الموجودة والمقارنة من قبل حكومة الموقرة